طيب رجال نخش في الموضوع على طول كده انا في الفيديو ده عايز اقول لكم كده على شوية مصايح تعملوها قبل حدث التوتي ويلا بينا كده نخش في الموضوع على طول زي ما انتم عارفين كده انا ما بحبش ايه ما حبش اضيع وقت حد كده فلا مش عامل لايك اعمل لايك ومش مش مش ترك في القناة اشترك المهم ما علينا اسيبكم من البطاقات المساعدة للشتة ده امتى بقى حدث التوتي يا جدان هينزل هينزل اول لما البطاق ده يخلص بعد 13 يوم هتروح تلاقي ايه حدث التوتي بقى جيه والدنيا بتاعته جت المهم ما عايزين نخش في اول نصيحة على طول يا جدعان الحدث ده عبارة عن خزوق كبير وفشخة كبيرة وهو هتطلق حاجات مغريات تمام مبدئيا ان اللي عمل المقايدات دي ما ياخدش غير مسكرانه ده مبدئيا ثانية ده اول حاجة ده اول حاجة تاني حاجة وهم نصيحة ان انت ما تعملش اساسا المقايدات دي معلش انا ما بعملش فيس كام الفترة دي علشان خطر انه وراه امتحانات وقصص وحورات وقصص فمش قادر اعمل فيس كام خالص بعد الامتحانات ممكن نرجع اعمل فيس كام او ممكن كده في المصة لو ليه توقت فاضي المهم ما علينا يجد عن محدش يعمل المقايدات دي اللعبة عاملة الحدث ده مخصوص عشان قطر تفشخنا كلنا تفشخنا كلنا كده وتاخد كلنا معنا اللع انما انت اللعبة دي هتحتاجها اصلا في التوتي فخلي اللعبة اللي معاك واقع تصرف اي لعبة مجانية ولا اي حاجة مجانية ممكن تفتح الباكش ده عادي بيفتح معك بعشرين وباثنين مليون وشايفين يعني اتحدس تحدس تحدس ياط بعشرين وبيجيب اتنين مليون خدت بالك فعني ايه بيتفتح واتوفر بعشرين وبعد كده هيب جابربين بعشرين وبعد كده ممكن اجرب مع بعض عشرين يعني دلوقت كده تعال لنشوف مع بعض عشرين على الرأي المش عامل لايك يا ملايك يا رواح ولي يعني مش عشان خطر ما تلتش فاكم ما تروووش لا لا رواح ولي Dafür علاي عشان ها تعبان والله والله تعبان مين هدا اللعب والله اللعب حلو اسمه علي لعب حلو اسمه علي بعدов ايق 33rze 10 مجرب 20 ثاني قالوا antharine غريب جدا. عالم اغرب. عالم اغرب اكيد ده. ده. زي ان اخد له عشان شكله غريب بصراحة. ما رحيتش اخد وهو منور. ماشي ما علينا. فاضل ستين آآ ممكن نفتح تاني. ده ده زادت بجتبه اربعين فعلا. زادت بجتبه اربعين فعلا. بيقول لك ان في البتاع الرابعة هتاخد لاعب ياباني او لاعب دور انجليزي. طيب ما اقول لعب الياباني اقول لعب الدور انجليزي ده ما ظنش ان هما حلوين. سعني ما علينا. معا لينا عالرأي عالرأي. لا ما نطلع للاعيران. طلع لك الاعيران. دور انجليزي. اوفركاب. خمسة اعلى اوفر ده. نشارك. طيب يا جدعان احنا قلنا كزا نصيحة نقول عن نصيحة التالتة بقى اللي هي النصيحة اللي اهم نصيحة ولا انا اكتر نصيحة بتساءل عليها في اللايفات وفي دايما كده وبتتبعتلي في الخاص. جدعان لو هتبيعوا اللعيبة الغالية بيعوا اللعيبة الغالية. بس اللعيب الغالي اللي انت يا باش هتطوروا ولعب بيه. يعني اللعيب الغالي اللي عندك ما بيتبعش وفيه منه نصر كتيرة وفي السوق ما تبعوش ولعب بيه خلاص وطوروا خلاص واستمتع بيه خلاص واعتقعد بيه ثلاث شهور لحد القلطمت مش لحد التوتي كمال. انما لو عندك لعيب انت انت مش طرف تعوضه. بلاش شايفين يا جدعان انا مبدأين كده طورت التشكيلة بتاعت كلها. يعني شايفين لو اخدين بالكم انا طورت التشكيلة بتاعت كلها تلاتين رانكات. دي النصيحة اللي نقدر نقول الرابعة. طور التشكيلة اللي معاك تلاتين رانكات ايا كانت تتكلف ايه. يا جدعان شاء الله تتكلف كل الفلوس اللي معاك. يعني ديكوا شايفين صلاح تسعة وعشرين هنتطوروا مع بعض تلاتين رانك. طوروا تلاتين رانكات وارتح معاه وزبط فيه الحكاة وولع فيه الحكاة ليه? عشان خطر انت ترتاح بعدين. يعني من الاخر كده سكة وضغري تلعى نفسك ارتحت تبقى عندين عشان هت טוב تلعب باللعبة دي اصلا يعني دي نها خلاص تلعب وصل لاعلى مستوى ليه. يعني ديكو شايفين اللعب وصل الاعلى مستوى ليه اللي هو خلاص تلاتين رانك. اعلى مستوى ليه. طور التشكيلة بتاعتك تلاتين ات رانك. تبقى تشكيلة بسيطة كده واحد وتسعين اثنون وتسعين وتسعين. مش مهم المهم اللعwart اللعبة دي تكون عن اقتناع واختيارك للعبة دي تكون صح قوي. تقدر تزبط بهم الدنيا عشان تلعب في الحادث فيكتوتي هيكون في مهام مهام جانبية المهام الجانبية دي عبارة عن ايه عبارة عن انت بتقدر تلعب ضد اخصام تانية فمش هنفع تلعب بتشكيلة ضعيفة لا لازم تكون لعب بتشكيلة متطورة ومش هنفع تبيع تشكيلتك كلها لا بيع اللعيبة الغالي قوي وهاتبكانها العيبة جامدة بيعت واحد في الهجوم غالي زي الظاهرة هاتبكانه يساك الظاهرة مش راضي يتباع عشان انا بتجيلي كمية اسئلة عن الظاهرة مش هاد يتباع الظاهرة مش هاد يتباع العبوا بي يا جدعان طوروه العابوا بي يا جدعان بقى ماديوناش يا جدعان بقى طوروه يعطورت معنا كده تزديد بمية وربعتاشر مية وخمستاشر مراوغة ماشي بيقى على الرأي يعني يفاهمين العب واي العبوا بيه فاهم ما انا شاهف طورت التشكلة بتاعتي كلها مش هاشتري حد في الدفاع خالص دلوقتي مش هاشتري حد ولا اشتري حاجة اعتور برضو فاندر صار 30 رانك اين كانت كلف تطوير لعلمكم انا التشكلة بتاعتي تطويراتها دي بترانكات بس بتاعتها كده متكلفة حوالي من 70 ل 80 مليون والله العظيم من 70 ل 80 مليون بس انا ما عنديش مانع وهفضل اطور اكتر واكتر افضل اطور واكتر واكتر لحد اما مكسها كلها عشان كده تقعد معاي 3 شهور مرتاحة وانا مرتاح في يوم ومش هطور ولا تدريبات ولا ولا اجيب لعيبة جديدة افضل حوش يعني انا عفضل حوش ايه ده ده انا معايا مرابط متطور ازراء ولا مش واخد لبالي ماشي عم تحط عمام رابط تحط حط عمام رابط على كده ممكن نكون طورته بالغلاء لا لا مش هزي طور فينيسيوس تاني ممكن نطور اخونا سيد دورف نطور سيد دورف والله العزيم نجد عن ايه اه تعبان الفترة دي في الامتحانات فدعوتكم كده يعني عن رأي ربنا كده يسهل لنا كلنا ونولع فيها الحكاة يا رب يجيب لفل ده كمان يعني يا رب صدورف يجيب لفل وارب نفس الدفاع بتاع صدورف يعد المية مش راضي يعني بص هو ثابت يعني شكله يزبط على 99 ده شكله يزبط على 99 ده فيه شوية لعبة تانية يا رب البلك التاني ده يتطور 29 رنك يعني يا رب مع الرأي كده نطرش كده والفيديو يكون ده ايه مطرشات كده على الخفيف منه مطرشاتها الخفيف منه هيزيد نحبص الحمد لله هيزيد هزيد اتنين في الدفاع واحدة في المراوغة ماشي الكروت يا كده عن بي تحفة التحفة والله يعني اللي عايز يبص على الكروت شايف واخد بالك اخد بالك الدنيا كده مولعة ازاي الدنيا كده عرق منه والله سرعة بتاعته 101 كارت بيتحفة ولسه فاضله ليفلايا هتطوره انا مع نفسي وده برضو فاضله ليفلايا ده تمكز ده تمكز كل التشكيلة تمكست مفاضل شغير فاندرسار واندرسار اخر واحد بصراحة يعني فاندرسار اخر واحد كان نفسه بيها فاندرسار ونلعب بكوبل بس لا منفعش في حد تاني ممكن نطوره يعني تعال عم فنيسيوس انا معايا لعيبة صح يا رب يكون معايا لعيبة يا رب يكون معايا لعيبة اوه اوه هايزيد هايزيد للتلاتين كويس كده خلاص يعني انت تمكزت التلاتين وبيت الدنيا بتاعتك في الرفل بص على طاقاته بقى في الناحي بص على طاقاته في الناحي اعمل لايك ياسطا عملتش لايك ياسطا اعمل لايك ياسطا بقدم لك جمدان هنا وحلويات استوترش لك الكلام مولى لك الحاجة اعمل لايك ياسطا سرعته بيت 143 143 والمراوغة 136 والبدني 81 البدني بحلو 81 ده حلو بص الصلاح طبعا ايه محدش لايقارنه في البدني بحس بحس البدني بتاع بينيسوس في الملعب ضعيف لسه يعني مش مش هو بالقوة اللي احنا بنحكي بيها تعالوا طب في حاجة تاني كده اعزيد نستلمها في التعاقدات الغمضة طيب شايفين اللعب ده اللعب ده هي جدعان اسطورة اسطورة حرفيا بجد والله والله ما في عيب ممكن لو هقول في عيب واحد بس حتة معدل جود الهجومي المتوسط دي ما بيحبهاش بس يا جدعان اللعب ده اسطورة بشكل يعني محدش يجيب زكريا محدش يجيب زكريا هاتوا اللعب التاني ده اسطورة بصراحة بس الاسف عارفين انا لو كان معايا نسخ دودك بس انا معايش ولا نسخة لدودك وعايز نسخ دودك عشان يطور بها زمبرطة بس انا لو كان معايا نسخ لدودك كنت طورت بها اللعب ده وحطيت فينيسيوس فيه يعني كنت لعبت بجيرمي دوكو ده جيرمي دوكو ده يا دين ام عليه ايه كده عنده لا لا السرعة بتاعته رهيبة التزديد بتاعه الى حد ما محترم المروغة بتاعته كويسة هو من الاخر سرعة سرعة ومروغة يعني هيسيبكم التزديد سرعة ومروغة واتلاقي بيسدد ضعيف بس انا ما ظنوا مع التطوير هيبقى تحفى ولوفر بتاعته حلو قوي ولوفر بتاعته حلو قوي مهم يا كده انا كنت اعايز اعملي تاني كنت اعايز اعملي تاني في حاجات تانية كده ممكن نعملها ام ماشي انا عايز اشوف الدنيا هنا انا عايز اشوف الكلمات ايه الحلويات مهم زى ما كنا بنقول ان احنا الفترة اللي جاية خلاص الفترة الجاية ولا هنشتري ولا هنعمل ولا هنولع يعني الفيديو ده مهم ما عندي ان انت تطلع منه وانت فاهم وعقلية دماغك ان انت تعمل تشكيلة محترمة تلعب بيها وتبيع لعبه غالية عندك لعبه غالية بحة لعبه غالية بتتباع لعبه غالية مش بتتباع بنتوارها وبنلعب بها وخلاصه امرنا لله والحمد الله لبسناها والحمد لله برضو يعني انا عندك ده لبسته مع اني اقسم بالله العظيم تلاتة جينيولا ده انا ممكن ان الابيعه واجيب مسلا لعب زي اساك اصفر وطوره تلاتين رانك هيبقى قوى من ده بكتير بس الفكرة كلها ايه خلاص لبست الجينيولا هالعب بجينيولا والله العظيمه نفسه رقيب بما اسكرانه بس انا خايف النسخ دي ما تكفيش فانا عايز اضمن بصراحة عشان نسخ مسكرانه مفهاش هزار يعني في نفس الوقت عايز احاوش نسخ مسكرانه مش عارف هل هطوره ولا لا ولا هل عامل بي ولا ايه الدنيا وايه تاني بصوا شايفين عندكم مسلا فاندرسار شايفين فاندرسار بي عامل ازاي انا كنت في فترة الخير هبيع فاندرسار وهلعب بكوبل بس لا قلت لا خلاص طالما فاندرسار لانا البسته انا راضي بيه مش هغير هحوش الدنيا بتاعتي حلوة معي 170 مليون بس انا هنزلهم اكتر ليه لانا انا فاندرسار تلاتين طالما اطورت كل التشكيلة تلاتينات وما تستعب انا هكمل التمكيس لكله عشان التشكيلة دي اجدان انتو هتشوفوها معايا لمدة شهر كامل مش هافضة لغير فيها ولا اي حاجة تمام هافضة هافل على كده ونتابل تاني بعدين في فيديوهات هنزلوكم جنب لي وحاجات كده تحفى ان شاء الله بكرة بس اعرف اصور في اسكام السلام عليكم ارجال